موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا بحييكم في شخص ربنا يسوع المسيح وصلاة هذه الحلقة تكون بركة لحياتك نحن نرى أمور غير عادية في هذا العالم ونكاد أن نتنفس الصعداء فتأتي مصيبة أخرى وكأن العالم من كارثي إلى كارثي من حدث إلى حدث وطبعا يمكن شفنا الكورونا ولربما توقف الحديث عن هذا الوباء الخطير وكل العالم عم بيتكلم عن الحرب الخطيرة بين روسيا وأوكرانيا وتهديد الاقتصاد العالمي وممكن تجر العالم إلى حرب عالمية تالتي والناس أكيد بتحط ملامع على كتير أشياء في ناس بتحط اللوم على الصين في ناس بتحط اللوم على أمريكا في ناس بتحط اللوم على روسيا وهكذا ولكن في كتير ناس عم تستغرب أنه تطبق وين الله في هذه الصورة عم بتحط اللوم على الله فحلقة اليوم هو عبارة عن سؤال هل يلام الله على ما يحدث أنا أدعوك أنك تشاهد هذه الحلقة الشيقة رح تكون سبب بركة لحياتك ابقى معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدين أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وطبعا فيك تشاهدنا على الفيسبوك لايف على اليوتيوب على كل وسائل التناقل الاجتماعي حديثنا في هذه الحلقة هل يلام الله على ما يحدث يصرني جدا أحبائي وشرف وامتياز كبير أقدم ضيف الحلقة ولأول مرة على برنامج ليكن نور القسيس فريدي صالح القسيس فريدي هو راعي الكنيسة الإنجلية الإنجلية العربية بتورونتو واللي ساكن في تورونتو في كندا الاسم المشهور كنيسة تشابل بليس أسيس فريدي أهلا وسهلا فيك في برنامجك وفي مكانك منرحب فيك في هذه الحلقة أهلا بك يا سيس نزار مبسوط جدا ومتشرف أن أكون معك ورب دينا وقت حلو أكيد موضوع الحلقة شوي يمكن مثير وأكيد يمكن في زي ضوء إحمر أول ما منسمع الجملة أول ما منسمع الكلمات وأنا عم بنقل يعني كلام الناس لحضرتك أكيد أنت متفق معي اللي عم نشوفه في هذه الأيام واللي عم بيحدث أمور غير عادية قبل ما نبتدي بالأسئلة شو رايك في الموضوع آه بالتأكيد الحقيقة بكل المقاييس يعني ما فيش مبالغة أبدا لما نقول أنه المرحلة دي والحقبة دي من تاريخ الحياة بشكل عام آه مختلفة جدا جدا ويمكن حصلت عبر التاريخ كوارث كتير يعني بالتأكيد التاريخ بيقول بس المرة دي اللي بيحصل في الوقت ده آه لو هنحطه كده بداية من كوفيد وكورونا ولغاية دلوقتي واللي شكله جاي وإحنا بنشوف الحرب اللي بدأت في أوكرانيا آه فيه اختلاف فيه كده آه تفرد شوية للحالة دلوقتي الهم زاد الاضطراب زاد جدا المشكلة كمان أنه القصة دلوقتي كل كارثة حصلت في التاريخ حصلت في مكان معين حتى الحروب العالمية الأولى والتالية آه في حتت في أوروبا في بعض بلاد حواليها لكن مع مع كوفيد مع كورونا القصة بقت عالمية بشكل غير عادي والاضطراب وصل لكل بقعة في الأرض مفيش حتة دلوقتي تقدر تقول عليها لا بس الحتة دي هادية لا بس الحتة دي مفيهش آه يعني اضطراب كبير مفيش آه يعني المشكلة كمان اللي واضحة لنا قوي التأثيرات النفسية الكبيرة قوي اللي بيحصل آه الأرقام السنية دي أساس نظار آه كنت ببص على شوية تستاستيكس كده وآه أرقام إحصائيات مقارنة بين 2019 مثلا ودلوقتي عن الصحة النفسية للبشر جلوبيل على مستوى العالم الأرقام مفزعة عندنا أطفال في السن 11 و13 سنة بتنتحر آه في رقم مفزع حاصل في كندا هنا قريته من آه من كاميون في الجرائد أنه خلال الثلاث شهور اللي فاتوا تلت اللي ارتكبوا جرائم قتل تلتهم من شباب وأطفال أقل من 20 سنة اللي قتلوا واثنين من الحالات اللي قتلوا أقل من 15 سنة فلا هو وقت طبعا خاص جدا وقت صعب وكمان اللي بيختلف في هاي الأيام أنه مش عم نتنفس يعني كل ما ها فكت عملية الكورونا ما منشوف اللي فيه كورونا تاني بتطلع فبصير فيه تشديد أكتر وعلى الاقتصاد وعلى الظروف وعلى الوضع وغير الحرب اللي عم بتهدد الكل واضح أنه كله ورا بعضه بشكل متواصل خليني يعني يعني بعد كل اللي عم بصير كورونا وأمراض نفسية وعقلية وصحية وكوارث وواء إلى آخرها هل الإنسان فعلا بيتعلم أي شيء من اللي بيصير من الوباء أو من الحرب هل ما زلنا نتعلم أي شيء؟ للأسف يبدو أنه الإنسان مش بتعلم يعني الحقيقة لما بدأ الوباء من أول 2020 وأواخر 2019 وأول 2020 يعني كانت لطمة على وجه العالم صفعة يعني لو تفتكر كده لما عدنا في بيوتنا ومش قارفين حتى نروح نشتري حاجة والعزلة وكمان اللطمة كانت على وجوه الجميع يعني أنا فاكر ابتدينا نقول طب يلا الحكومات هتعمل حاجة بقى اتصرفوا لقيت رئيس وزراء إنجلترا جالو كوفيد في الشهور الأولى في ودأكها للإنتنسف كير طب هل هو مين هيلحقنا يعني كان المفروض نتيجة الصفعة دي إن الإنسان يتعلم حاجة وأهم حاجة كان محتاج يتعلمها الإنسان هي التخلي عن كبرياءه يعني الصفعة دي كانت عبارة عن إيه؟ فيروس صغير قوي أضع على الحياة الحياة شلت تماما في كل مكان فكان المفروض إن الإنسان يعني يتضع شوية افهم حجمك بقى أعرف إمكانياتك أعرف إنه أنت يعني ضعيف جدا معرض معرض خالص وضعيف فأهدى شوية واعرف حجمك واعرف قدراتك وحدودك الحقيقة إنه حصل كده يعني نعمل الخوف الأول وانكسار شوية لكن يبدو أنه لم يردعه الوباء الإنسان لما نيجي النهاردة نبص على ما بيحصل من من روسيا تجاه أوكرانيا ونشوف إحنا إحنا مش بنتكلم خالص في السياسة لكن إحنا بنتكلم في فكرة معينة وهو جبروت القوة اللي هو أنا أنا أمتلك قرار إنه إن أنا أهاجم ناس إن أنا أطرد ناس من بيوتها إن أنا يعني أغير من مصائر عائلات إن أنا أطلع أولاد يمشوا في البرد ويمشوا في الطرق أريت عن عائلات أحتل بلد كامل أريت عن عائلات ميشوا 17 كيلو في البرد ده عشان يوصلوا لمكان ياخدوا منه حاجة يروحوا يعدوا بها الحدود مأساة فالإنسان لم يردعه الوباء الإنسان مخافش ولم يعني يتخلى عن كبرياءه قدام الموت كمية الناس اللي ماتت السنتين اللي فاتوا أرقام رهيبة طب قدام الموت يعني أنت يعني أنت أنت يعني إيه لقيت نفسك وجها لوجها قدام الموت اللي خاد ناس كتير قوي وشباب صغيرين نعرف ناس راحوا بكوفيد سنهم 35 سنة وسمعت عن أطفال كمان في الوقت الأولان يبدو أن الإنسان ما تعلمش من الكبرياء بتاعه استمر وبقوة عارف سيس نزار الحكاة دي بتفكرني بفرعون فرعون وقت ما موسى وقفه قدامه موسى لما راح له أول ما دخله قال له الله بيقولك اطلق شعب الي يعيد لي يذهب مسيرة مسيرة ثلاث أيام لكي يعبدني رد عليه قال له ما عرفش الله اللي انت بتتكلم عنه الله لا أعرف وإسرائيل لن أطلقه راح الله بعيدت له الضربة الأولى الضفاضع الدم الدربة الأولى كانت الدم أول ما الدربة حصلت ميت النهر وكله بقى دم نادى على موسى بسرعة يلا موسى بسرعة صليلي عرفت زي في أول البنداميك تلاقي اجتماعات الصلاة مليانة لقى الناس كلها رفع قلبها والفيسبوك مليان والفيسبوك وكذا أول ما رفع الضربة طرح طرده قال له مش بايد طرد موسى قال له مش بايد طب خد الضفاضع يا موسى تعالى لحقني رفعت الضفاضع مش هطلع على شعب مرة منهم قال لهم أعتقد في ضربة البعود يمكن قال لهم هذه المرة قد أخطأت يلا يعني بس مشي الحكاية دي وأنا دخيلك دخيلك لحقني ها والله طلع من عنده رفعت ضربة بعدها قال له لا أعود أرى واجهك مرة أخرى قساوة الإنسان يعني قساوة الإنسان وانت وانت تبص على المشهد دلوقت كأنه هي نفس القصة طب امتى يا إنسان ستعرف محدوديتك وضعفك هي المشكلة القديمة الحديثة يعني الشيطان شو كانت مشكلة الكبرياء يعني يعني هي نفس المنهج اللي مشي به الإنسان وكان المفروض أنه لما تحصل الحاجات دي يفوق اكتشفنا هنا في الموقف بتاع الحرب الأخيرة أنه لا لسه الإنسان زي ما هو وبيهدد دلوقت أنا ممكن يدوس على زرار أدمر العالم لا حدود لكبرياء الإنسان والطرف التاني عم بيستخدم القوة الاقتصادية والمال والجبروت وانا بتكلم على الولايات المتحدة يعني بالمقابل والغرب إلى آخره فوين يعني النهاية لهذا الموضوع دايما فيه ردود فعل أقوى في كل الموضوع المشكلة في إيه الإنسان حط كل رجائه على غالبا في رأيه يعني على ثلاث حاجات المال القوة النفوذ وجعل من السلاسية دي إيه معتمده ورجاءه ومصدر أو مصادر أمانه الديني قوة الديني مال الديني نفوذ وأول ما الإنسان وتلاقي الإنسان طول الوقت بيسعى ليمتلك السلاسة وأول ما يمتلك التلاتة دول شوفوا بيعمل إيه بقى قوة للتدمير على فكرة بالمناسبة التلاتة دول موجودين عند الله المال اللي هو الغنى الله له المسكونة والساكنين فيها القوة هو فوق كل السلطان النفوذ هو نافذ لكل بقعة في بقعة الأرض لكن كيف يستخدمهم الله في صلاحه يستخدمهم لخير مشكلة العالم إيه إنه بيسعى للتلاتة هو ما عندهوش بس بيحاول إيه أحصل على التلاتة وأول ما يمسكهم في إيده تشوف اللي بتشوفه دلوقت تشوف واجع تشوف حروب تشوف ظلم من إنسان لإنسان النهاية بقى إيه أو يعني طب يعني إيه اللي يحصل ممكن أقرأ لك جزء كده فضل يعني من كلمة الله آه يعني إذا جاز أقول في خطية كده بالنسبة لله مكروهة أكتر من غيرها وطبعا الله يكره الخطية إذا جازنا نقول الله يكره لأنها طبيعة ضد طبيعة الله اللي هي القداسة لكن على على تاج الخطايا أو يعني ضرة التاج بتاع الخطايا إذا هو تاج يعني هو الكبرياء طبعا الله له موقف مع الكبرياء هقرأ بس أجزاء كده من إشعية 2 توضح الفكرة دي يقول كده في إشعية 2 وعدد 12 فإن لرب الجنود يوما على كل متعظم وعال تعبير قوي جدا الله عنده يوم على كل متعظم وعالي على كل مرتفع فيوضع على كل حد وكل قوة رفعت نفسها فوق ستوضع وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع سورة الكبرياء وعلى كل بلوت أو بلوت شباشان وعلى كل الجبال العالية وعلى كل التلال المرتفعة وعلى كل برج عالي على كل سور منيع وعلى كل سفن ترشيش ويكمل كتير قوي بعد كده يقول يقول أنه في ذلك اليوم عدد 17 فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعت الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم وأنا في رأيي سيبقى الإنسان على كبرياء حتى يزل وقاله يعني ونت بتتكلم برضو أجتني الفكرة من إشعية 57 بآية 15 لأنه هكذا قال العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه في الموضع المرتفع المقدس أسكن ومع المنصحق والمتواضع الروح لأحيى روح المتواضعين ولأحيى قلب المنصحقين تذكرت الآية في أرمية سفر أرمية النبي أرمية صحح 9 والآية 23 لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخرن الجبار بجبروته ولا يفتخرن الغني بغناه بل بهذا ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني إني أنا الله عايزة أقول بس حاجة أشكرك يعني يعني دي آية في الموضوع جدا عايزة أرجع لإشاعي 57 عشان أكد اللي قلناها قبل كده الله يمتلك النفوذ والقوة والمال أو الغنى لكن يوجهه فين الإنسان لما بيمتلكهم بيحارب وبيأذي لكن في إشاعي 57 هكذا قال الله العلي المرتفع ساكن الأبد القدوس اسمه مع المتواضع والمنصحق فيوجه قوته ليحيي روح المنصحقين وليحي قلب المتواضعين فعشان كده في صلاح الله يوجه هذا لخير الإنسان لكن في شر الإنسان يوجه القوة والنفوذ والغنى للأذى لأذى الإنسان يعني أنا من جملة المشاهدين المشاهد عم بشاهدنا وعم بسمعنا وعم بيتساءل طيب يا ترى هل أنا عندك برياء أنا مش عارف نفسي إيه المقياس كيف ممكن أفحص نفسي في هذا أو إذا هذا الموضوع أعرف إذا عند شوي والنص والكبرياء كامل طبعا ما فيش حد متكبر عارف أنه متكبر يعني خلينا نتفق على الحكاية دي يعني عمرك ما تسأل حد أنت لو أنت عارفه لو أنت تعرف حد متكبر قوي لو سألته أنت متكبر يقولك لا خالص ده أنا متواضع جدا فغالبا مشكلة الكبرياء أنه مرض يعني يصعب تشخيصه من صحبه يعني ممكن يكون كل اللي حواليه شايفينه أنه متكبر وهو حاسس أنه أعظم المتواضعين يعني نعم فلو قلنا حاجات بسيطة يعني هجاوب أقول كان فيك حاجة بسيطة لفحص الزات لأنه هذه خطيئة مكروهة أمام الله يقول الكتاب يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعمة لو أقول حاجات نفحص بها نفسنا المتكبر هو الشخص الذي لا يتعلم من أخطائه ده واحد من مقايز صح اللي إيس نفسي بها ده وأنا بقول عن نفسي أن أنا متضع طب أنا لما بغلط واكتشف أنه ده غلط بتعلم ولا بأصر على الغلط لو بأصر على الغلط ده كبير يعني وبلاش فلسف الموضوع لنفسي وبلاش أسميه اسم تاني لكن واحدة من الحاجات العملية جدا اللي أنا شخصيا بحطها قدام نفسي هل تتعلم من أخطائك دي دي حاجة أولى الحاجة التانية المتكبر هو شخص لا يقبل التوجيه برضو صح يعني يعني ببساطة شديدة جدا المتكبر يعتبر أي توجيه إهانة ويعتبره طعن ويعتبره أنه يعني طعن في الكرامة وأنا ده معناها أن أنا صغير هذا التفكير وراك برياء الشخص المتضع يتعامل مع التوجيه وأنا استخدمت كلمة توجيه لأنه أنا بفترض أن اللي بيتقلي بيتقلي في روح الودع والمحبة فأنا استقبله بالتضاع أفهم أتعامل معه أسمعه وفكر فيه مش أرفضه لمجرد أنه بيقول لي أنه في حاجة غلطة عملتها فدي حاجتين الحاجة الأولى اتعلم من الأخطاء تاري حاجة قبول الانتقاد عدم التوجيه أسف عدم قبول التوجيه كبرياء حاجة كمان تقول لي إذا أنا متكبر ولا الشخص المتكبر يبرر أفعاله دائما ويختلق الأعذار صح عمر بيقول أنا آسف مش موجودة أو ممكن يقول آسف ولكن بكبرياء حتى يثبت تزنيب الشخص الآخر عارف آسف بس آسف ولكن السيس دي مشكلة كبيرة كبيرة اللي إحنا هي هذا جزء من الكذب والكذب إلوه ألوان في تحوير الكلام في أنصاف الكلام في يعني أنا عاوز أسمعك بس اللي أنت عاوز تسمعه ومنستخدم الأعذار وعلى فكرة من اللي بيستخدم الأعذار والأسف كتير المؤمنين والخدام كمان كتير مرات بيعتذروا كتير وبيتأسفوا كتير كنوع من التبرير أو التزنيب لشخص آخر صحيح وده كبرياء يعني فكرة الأعذار وفكرة أنه يعني يا إما مش أعتذر يا إما هعتذر بطريقة معينة برضو أدحرج الخطأ من على نفسي يعني أزيحه كده أنا كأني بعتذر بس بزيح الخطأ على حد تاني أو بألقي المسئولية على حد تاني فده برضو واحدة من سمات أو يعني المقاييس اللي يستفسي بيها إذا أنا متكبر ولا لا حاجة أخيرة أقولها ممكن يعني تكون تنطبق على المتكبر ودي واضحة قوي يمكن هو متكبر من يرى نفسه أفضل من الآخرين طبعا يعني في ناس كده عندها إحساس أنه تستحق أفضل من الباقيين أو هي بت بت تمارس وبتحقق في الحياة حاجات أفضل من اللي حواليها إمتها أكبر إنجازها أكبر اللي عندها أفضل رأيها أحسن احتقار كده للآخر تقليل من اللي حواليه فيها الكبرياء دي اللي هي بتاعت إنه على فكرة ده برضو موجود بمنسبة لحضرتك قلته ده موجود في الكنايس كتير قوي والخدام وإحساس إنه أنا موهوب أكتر أنا اللي حواليه مش فهمين قوي زي يعني ممكن أقول شيء بس معارش ده تحت الكبرياء اللي هو التواضع المصطنع تصنع التواضع أنا عشان أخفي الكبرياء إيه بتصنع في التواضع طبعا ده واحد تاني وده هنا كل حد وعشان كده أنا قلت إنه الكبرياء آم مش سهل اكتشافه محتاج آم آم إنه أرأي بقلبي لأنه القلب أخضع من كل شيء صح ويعرف يسميلي الحاجات بأسماء كده عشان يقول لي أنت صح معنا برضو إيه أنا بتكلم لو أنا شخص مؤمن أنا مش عايز برضو قدامي وبيني وبيني وبين نفس أحس أن أنا متكبر فحاول أسميها اسم تاني عارف اللي هو الكرامة العزة النفس الشرف أي حاجة لكن لازم نرأي بقلبنا لأنه أحيانا بيكون اللي جوة كبرياء مستخبئ ورحاجات فوكل تحفظ إحفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة صحيح من فضلة القلب يتكلم اللسان من ثمارهم تعرفونهم يعني إحنا عم نحط الإطار لكن خليني نرجع للمحور يعني على يعني هل يلام الله على ما يحدث طيب ده السؤال الصعب الحقيقة يعني وأنا لا أدعي أنه عندنا إجابات أنا عند أتكلم عن نفسي يعني لا أدعي أنه أنا عندي إجابات يعني قاطعة لكن الحقيقة ده واحد من الأسئلة الصعبة وخلينا أقول أنه نحن بنصارع مع الألم والشر اللي موجودين حوالينا بنصارع مع أفكارنا اللي اللي مش قادرين أحيانا نضبطها في أنها تمارس إيمان بدون أسئلة ومش غلط الأسئلة لكن المهم ودي حاجة يعني اسمح لي يبتدي بيها في الحتة دي المهم اتجاه القلب وهو بيسأل دي فكرة مهمة لأنه أحيانا نضع الله في قفص الاتهام واعد بقى حكمه إزاي ده يحصل وإزاي ده ما يحصل والحقيقة ده أمر مهين لله ويتجاوز حدود الإنسان جدا جدا يعني لننتبه يعني 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 نحن عايز أقول كده هو عدم إيمان أكتر طبعا في عدم إيمان بس سواء ساعات بيكون فيه ناس فعلا محتارة والله بيحترم الحيرة ويتعامل معها ساعات فيه المشكلة في القلب اللي هو اللي فيه كبرياء ده اللي هو يعني يتجاوز حدوده ويتكلم مع الله مش تساؤل المحتار طب ما هو داود تسأل أسئلة محتارة ساعة كده قال له إيه لا متى تنساني كل الناس وده سؤال يعني بيعبر عن واجع لكن شوف الاتضاع اللي بيتكلم به شوف انتظار الرب عشان كده أنا بس بستغل الفرصة دي وأقول ينفع نسأل الأسئلة اللي زي دي يا رب ليه تسمح بكده إزاي ده يحصل ينفع ده لكن بقلب عارف سلطان الله ومقدر حدوده أيها فبد يعني بدل الله مكانته وبحط نفسي في الحدود اللي أنا بقوله علمني وجاوبني مش بس أن أنا بتهمك أرجع للسؤال لماذا أو هاليولام الله على ما يحدث عايز أقول هنا كم حاجة الحاجة الأولى في ميل إنساني لإلقاء اللوم على الله وأنا عايز أحذر من الحاجة إحنا عندنا الميل ده عندنا الحاجة دي اللي هي بتاعت إنه إرمي المسؤولية على ربنا وقول هو المسؤول لازم يكون فيه كبش فدى وهاي على فكرة إحنا منتكلم على كولتشر الكولتشر إحنا اتحكيت بشكل شخصي لكن هو إحنا الخلفية بتاعتنا والكولتشر بتاعنا مبني كمان على الكبرياء فأي شيء لأنه إذا أنا اعترفت معناته أنا قللت من أهميتي فلازم يكون فيه كبش الفدى يعني زي ما العالم يوم برمو كل شيء على أمريكا السبب في كل المشاكل والمنفذ الأول أو الملجأ الأول للإنسان في الحكاية دي ارمي على الله إنت ليه تعمل كده إنت إزاي تسيب الناس تقتل إنت إزاي تسيب الظلم إزاي تسمح بالمشعار فيه وطول الوقت فيه ميل بشري كده قوي عند الإنسان إنه يلقي المسئولية على الله ودي فكرة محتاجين نرجحها شوية ونبص فيها لأنه ليه هسأل السؤال طب ليه الإنسان بيعمل كده الحياة إجابة الواضحة ليه الإنسان بيرمي المسئولية على الله عشان يتهرب من المسئولية صح يعني أعرف لما الله جهل آدم يا آدم إيه اللي إنت عملته قال له حوى وحوى الحية أعرف هو ده ميل إنساني فهو دي الفكرة الله والإنسان بيجي إليه الله هو المسئول هو سايب الحرب ألاقي أسرة مشردة يا رب إزاي تسيب الأسرة دي يحصل لها كده وطبعا في الأمراض وفي كل حاجة طول الوقت القاء اللوم على الله السبب الأول فيه لماذا نلقي اللوم على الله للتهرب من المسئولين أنا مش عايز أعمل دوري دوري الأساسي اللي الله لما خلق آدم وحطه في الأرض قال له إيه قال له اجتهد في هذا الأرض اصنع دورك باللغة مزمور سبعة وثلاثين أسكن الأرض وارعى الأمانة هل الإنسان بيعمل كده هل الإنسان بيرعى الأرض ده الإنسان من يوم ما تسلط على الأرض وأخاربها حتى جزء كبير من مشاكل الصحية اللي في الكون دلوقتي مرتبطة بزيغان مرتبطة بزيغان الإنسان التلوس المضاعفات أو أثار المفاعلات والإشعاعات وكل ما مد الإنسان يده فيه عشان يخرج منه منتجات يستخدمها للأذى كانت نتيجتها كوارث كوارث في الأرض فعشان كده كله ده بقى مش عايز أبص الإنسان عمليه مش عايز أحط الإنسان قدام مسئوليته ودوره أنت عملت كده أنت كنت عليك جزء المسئولية في كده أنا مش عايز أعمل كده خالص لكن الأسهل إيه أبصه فوق أنت إزاي تسمح بك فده السبب فيه ميل إنساني للهما الله ليه أسباب السبب الأول فكرة أنه أشيل المسئولية من علي وأدحرجها على الله لكن فيه كمان سبب تاني في رأيي ليه الإنسان ليه بنلوم الله الاستراتيجية دي استراتيجية شيطانية قديمة جدا وأنا برضو عايز أحذر منها لأنه النغمة دي عالية أو دلوقت بتاعت أنه الله وإزاي ما بيعملش كده استراتيجية شيطانية قديمة وهي أنه الله لا يريد الخير والله أو أقولها بطريقة تانية التشكيك في دوافع الله أحقا قال الله شكرك استراتيجية قديمة جدا في الأول خالص أحقا قال الله وبص الشر أحقا قال الله ألا تأكلا من كل شجر الجنة بص كل شجر الجنة فردت حاوة قالت له لا هو قال من جميع شجر الجنة نأكل إلا الشجر التي في وسط الجنة رد عليها قال لها قالت له لأنه يوم نأكل منها موتا نموت ويرد عليها يقول لها شوف الاستراتيجية يقول لها بل أن الله عالم أنكم يوما تأكلان منها تكونان كالله عارفين الخر والشر وكأنه إيه عايز وليه الله مش عايز لكم الخير استراتيجية دي ما جاء فهنا بقى لما يحصل بقى أنه آدم وحاوة يعملوا عملته الصعبة اللي هي الاستقلال عن الله وتصديق الشيطان وعدم تصديق الله ويحصل اللي حصل فيه ويطرده من الجنة مين المسؤول الإنسان في كبرياءه ليه تطردهم من الجنة الإنسان في كبرياءه ما كنت وقفت الحكاية دي من الأول طب لكن هي الحقيقة أنه هو ده شغل إبليس من الأول أنه انسى أنت مسؤوليتك يعني الموضوع انسى اللي ممكن تعمله في اللي جاي طيب هتواجه ده إزاي انسى كل حاجة بس ركز معايا كده في أنه إيه وجه سهامك نحو السماء اطلق كده سهام نحو الله قوله أنت إزاي تعمل كده شكك فيه اتهمه أو استبعده من حساباتك يبهوه مش موجود أو قول عنه أنه أي حاجة بس المهم أنه أنت غير مسؤول ففي رأيي أنه هي دي أو ده المفتاح الأول لفكرة لوم الله على ما يحدث التغرب من المسؤولية الشخصية وإتباع استراتيجية إبليس في التشكيك في دوافع الله من ناحية خلقته بشكل عام طيب إحنا قلنا يعني هل يلام الله وجوابت ومشكور جدا السؤال الثاني أو الشطر الآخر أو الوجه الآخر من ذات العملة طيب أين الله من هذا الموضوع تمام 100% ده استرسال صحيح للسؤال هقول لحضرتك جملة ونقشني فيها الطريقة الوحيدة التي يستطيع أن يمنع بها الله الشر في العالم الآن هي أن ينزع إرادة الإنسان إيه رأيك؟ أول تاني الطريقة الوحيدة التي يمكن أن ينزع بها الشر من العالم هي أن ينزع إرادة الإنسان المشكلة اللي إحنا مش عايزين نواجهها هو أن التصميم اللي الله خلقه للإنسان أنه قد له إرادة حرة إرادة حرة طيب يعني إذا الله عمل التصميم كده وهو متصق مع ذاته في هذا التصميم وهيفضل محافظ عليه كده كيف يمنع هذا الإنسان الذي أراد بإرادته الحرة أن يصنع الشر يعني أطبع على اللي بيحصل في أوكرانيا دلوقتي هو ده قرار مين هل فعلا من حقي أعود أبص على الناس النازحين والمتألمين وال يعني لسه الغاد دلوقتي حوالي نص مليون لاجئ خرجوا أو نازح خرجوا من أوكرانيا اليوم حوالي 750-800 ما هم بيزيدوا بالساعة يعني قالوا مين ينفع أقول له رب إزاي أنت عملت سمحت بكده يرد علي عايزني أنزع إرادة الإنسان ما هو الحل كده يعني الحل إيه عشان عشان نقول لله أنه قبل كل أزمة حط حد هنا قبل ما كأي مشكلة تحصل حط حد هنا طبعا هو الإنسان يعني نرجع على الإرادة بسفر أيوب أبعد عنه الإنسان قرر نحن مش عاوزينك وده اللي بنشوفه في العالم يعني ما فيش نظام كامل لنقام لا نظام سوشال ولا نظام شيوع ولا نظام ديمقراطي ولا حتى أي يعني رأسمالي يعني ما فيش نظام كامل لأنه هاي الأنظمة كلها عم بتحط الله خارج الصورة فلما بتحط الله خارج الصورة لما من وقت ما صار الإجهاد صار مئات الملايين اللي ماتوا من الإجهاد منعوا الصلاة عم نشوف مقاس الانتحار والمشاكل النفسية ولما أنت بتمنعه بتمنعه بتحارب الله في هذا الموضوع بعدين لما بتصير المشكلة بتلوم الله طب والحل ما هو الحل بقى إن الله يتدخل في الوقت المناسب وده هنقوله بعد شكرا لكن أنا بتكلم على أصل المشكلة يعني لو قلنا السؤال الشهير هل يسمح الله بالألم عارف إمتى سمح الله بالألم أول لحظة سمح بيها الله بالألم أو سمح فيها الله بالألم هو يوم ما خلق آدم بإرادة حر يعني يوم الله خلق آدم على صورته شبهه بإرادة حرة في اللحظة دي الله سمح بالألم لأنه أعطر الإنسان حق الإختيار إنه اختيار اختياراته والبديل كان إيه يعني أنا يعني أنا هل يعني هل كنت عايز أو هل أنا فعلا عايز أطلب من الله أن يخلق كائنات غير حرة طب ما المعنى ما هو الإنسان مخلوق على صورة الله الصورة الأدبية الروحية طبعا اللي فيها حرية الأرادة والعقل طبعا فعشان كده لما نيجي يعني لازم نشوف الأمر نتعامل مع قضية الألم بشكل عام ومع الشر وما يحدث حولنا لازم نتعامل معاه وإحنا وإحنا فاهمين أو وإحنا شايفين البعد ده في الصورة إنه المشكلة الحقيقية في الإرادة الحرة اللي عند الإنسان اللي خليته بيختار اختيارات يؤذي بيها ويسبب وجع وألم وعشان كده أنا هرجع للجملة اللي قلتها إنه كانت الطريقة الوحيدة اللي هي تعفينا من كل ده شي للإرادة شي للإرادة ماشي الناس دي كده هدوس على زرار كل الناس يصل هدوس على زرار كل الناس تقابد هدوس على زرار كله يعمل خير بس الحقيقة إن الله لو عمل النموذة كده الحقيقة لا يت يعني لا يتصق مع يعني استقامة الله وشخصيته ولا مع إيمة الإنسان لأن الله لو صنع كده ومشى كل الكائنات تعبده بالطريقة دي وتمشي معها بالطريقة دي فين القيمة فين قيمة شخص الله لا ما عملش الإنسان روبوت يعني ما عملوش لعب عرائس تتحرك تبقى خليقة رخيصة طبعا والإنسان نفسه يفقد المعنى والقيمة لأنه هو لا يختار هو مصاق اصنع كده كون الإنسان رح يستخدم كل ده جاب البركة الكبيرة والميزة الكبيرة اللي الله دهاله وهي حرية الأرادة واستخدمها في أنه هو يعمل حرب آقف أنا أقول له رب أنت زي تعمل كده أنه يعمل تجارب نووية أو تجارب على جرسيم ويعمل لنا فيروسات أتهمه أنه يحصل مش عارف إيه وحاجات يعني طبعا أنا هنا بتكلم عن حاجات للإنسان اللي هدور في البيض وخربنا كل إش خربنا البيئة وخربنا يعني كل إش فعلا والله خلق آدم نكون مسؤول على الأرض وخان الأمانة آه يعني أفسد يعني صح هي دي المشكلة يعني يعني اللي أنا نفسي فيه بس أنه نحن نشوف الصورة دي ولسه يعني هنشوف إحنا طب هو الله يقف عجز لا يعني إحنا أكيد وهذا بخلينا رح يعني بس نخد فاصل قصير وحب أعطي فرصة للمشاهدين إذا عندك أي سؤال فيك تتواصل معنا على الهاتف وفيك كمان تفوت على صفحتنا صفحة الخدمة وتحط تعليق أو عندك سؤال أو بتحب مساعدة روحية بكل سرور سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائنا المشاهدين حديثنا الشيق اليوم مع القص فريدي صالح هل يلام الله على ما يحدث أنتم تشاهدون على القناة الفضائية قناة الحياة المسيحية وكمان في نفس الوقت على صفحتنا على الفيسبوك وطبعا الجزء اللي تكلمت فيه السيس فريدي يعني فعلا كتير كتير مهم لكن خلينا نعمل هيك نقلة في الموضوع ما الذي يستطيع أن يفعله الله أو ايه إحنا بلاش ايه إحنا متوقعين من الله طبعا كون أنه قلنا أنه الإرادة الحرة اللي عند الإنسان خلته بياخد قرارات غلطة وبينتج عنها ألم وشر ده لا يعني أن الله كمان ليس حرا يعني من باب أولى يعني إذا كان الإنسان حر وعنده قدرة على اتخاذ قرارات مؤزية فالله بالأحرى حر وعنده إرادة ويستخدمها للصلاح فأنا برضو عايز أقول أنه مش معنى كلامنا ده أن الله عاجز يعني مش معنى أنه بنقول أنه طب الله هيعمل ليه ما الإنسان بيغلط بإرادته مش أصدي مش معنى كده أن الله يقف مكتوف الأيدي ويعني يتطلع بحسر على ما يحدث ويقوله يعني يخساره كده برضو يا إنسان كان نفسي تعمل أحسن من كده طبعا هو الله يتأسف في قلبه على شر الإنسان لكن يبقى الله عنده إمكانيات وقدرة على التدخل وده مهم جدا أن نكون فاهمينه علشان لا نفقد معنى الحياة يعني فلو هتقول لي طيب الله ينفع يعمل إيه أو أتوقع من الله إيه أقول كده كام حاجة كده في عجالة طبعا الوقت لا يسمح لكن أقول كده أفكار لتشجيع المؤمنين ولتعلمنا يعني الله ماذا يصنع أول حاجة يضع حدا للأمور الله يترك الحرية للإنسان يختار اختياراته يختار الإنسان اختيارات خطأ يدمر بيها ويؤذي ويحدث يعني كثير من الخراب لكن يبقى الله قادرا على أن يضع حدا لكل شر وده رجاء مهم جدا لنا ويقين عندنا أنه لا تخرج الأمور أبدا عن السيطرة أعرف حضرتك لما يبقى معك يعني تأسف كلب صغير كده أو حططلو ليش ده الحبل دو وسايبه بتحرك بس في الآخر في حدود في شدة كده تدوس على القياة كده واقف حدة ما زال الله يمسك بيده الزمان الله مع الحرية التي أعطاها احتفظ لنفسه احتفظ لنفسه بالحق في ردع الإنسان وإيقافه وإيقاف الشر بشكل العام في وقت ما عشان كده احنا بنقدر نصلي ما هو ما هو الله لو ما عندهش قدرة يحط حد بنصلي ليه احنا بنصلي ليقنا بأنه يضع حدا لكل كبرياء ولما نصلي ايه نطلب في هذا الموضوع نقول له حد حدا يعني احنا بنصلي دلوقت اللي بيحصل في أوكرانيا بنقول له يا رب حط حد للظلم يوقف اوقف هذا الأمر اوقف هذه القنابل اوقف اتدخل في إرادة الإنسان حط حد للشر هو يستطيع أن يفعل هذا وعنده السلطان أنه يعمل كده أيوة سابه ويعمل كده لأنه دي الإرادة ده التمن بتاع حرية الإنسان لكن يمتلك أبقى لنفسه الحق في أن يضع حدا في اللحظة التي يراها وصلاة الكنيسة والمؤمنين تفعل سلطان الله في هذا الاتجاه والله عايز الكنيسة تعمل كده رب غير الشعوب بأكملها بسبب الصلوات يعني كان آمر بإنهاء أو كان لكن برضو الرب اتدخل طبعا عايز أقول كم آية كده بحب كده نأسس كلامنا على كلمة الله يقول كده في مزمور طبعا في أجزاء كتير قوي حلوة قوي في المجال ده لكن مزمور 89 وعدد 8 يا رب إله الجنود من مثلك قوي رب وحقك من حولك أنت متسلط على كبرياء البحر إحنا شايفين كبرياء كده بياخد قرارات متعجرفة هو متسلط على كبرياء البحر عند ارتفاع لجاجه أنت تسكنها إحنا بنقول مشكلة الإنسان الكبرياء اللي ما تعلمش بس الله لي سلطان على كل عالي أنت صحقت رهب رهب ده اسم من أسماء مصر في كتاب المختص مثل القتيل بزراع قوتك بددت أعدائك لك السماوات لك أيضا الأرض المسكونة وملؤها أنت أسستها الشمال والجنوب أنت خلقتهما فعندنا آيات كتير قوي بتتكلم على الفكرة دي أنه الله له سلطان على كبرياء البحر يضع للبحر حدا أيوب قال كده أو في سفر أيوب قال يفاز قال كده فلنا عايزة أقوله أنه ماذا يصنع الله الحاجة الأولى يستطيع أن يضع حد لكل شر ولكل شرير آآ آخر الحبل في يده يقدر يوقفه دي حاجة أقول الحاجة التانية اللي يقدر اللي نتوقعها من الله اللي يعملها هو أنه يخرج من كل هذا الشر بركة وخير أسمح لأقول الله عبقاري في الحكاية أكيد مبدع في أنه يصود بسلطانه على قصة في منتهى الألم ومليامة شر وظلم ويطلع منها أعظم بركة وده رجأنا وإحنا بنتفرج على النيوز كده على الأخبار وشايفين بقى القتل والافترة أو حتى وإحنا شايفين أزمة زي كورونا ولا اللي طمنا وإحنا شايفين كله ده أنه ينفع الله يخرج من كل ده بركة وخير ده سلطان الله في أمثلة كده طبعا حياتنا الشخصية مليانة يعني ده نسا كنت بتحكيلي عن 40 سنة في الخدمة بص عليهم كده شوف قد مواقف كانت شكلها مزعجة ولما خلصت اكتشفت إن واو ده اللي جي بعدها يعني كان يستاهل جدا وبالعكس ده فيه حاجات ما كانتش هتنفع تتحقق إلا من خلال القصة المؤلمة دي حياتنا كله يوسف قال أنتم قصدتم بي شرا ولكن الله قصد به خيرا ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده ما هي أسوأ وأشر مأساة حصلت في التاريخ في الصليب ماشي كده مأساة مأساة حقيقية بلاطس قال جملتين عكس بعض جدا حاجة يعني لما تتقال دي في قاعة محكمة حاجة مضحكة مبكية لم أجد فيه علة دي الجملة الأولى جملة التانية هو قال جمل تاني بس يعني دولار ملخص يعني لم أجد فيه علة الجملة التانية خذوا وصلبوا مأساة يعني بجد يعني انتحرت العدل انتحر يعني يعني مشهد مهزلة حصلت لما تشوف المسيح على الصليب تقول إيه تقول منتهى انتصار الشر منتهى عنفوان الشر تشوف على الصليب يعني اللي هو إيه أقصى حدود المأساة في إنسان بريء يصلم ملازم بواحد بإقرار القاضي الطبيعي بتاعه لكن القصة دي ينفع يخرج منها خير يخرج منها خلاص و لما تبص على القصة كده تقول يا مسكين 33 سنة ونص رحت في عز شبابك ملحقتش بص على اللي حصل دلوقت ملايين 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 البشر وما زالت تمتد الكنيسة فعشان كده اللي يعملو الله هل الله بيعمل حاجة أول حاجة يحط حد تاني حاجة يخرج خير يخرج خير عشان كده أنا بادعو أخواتي وعادين تتفرجوا على الأخبار وتسمعوا الأرقام قلوله ورينا اتدخل وطلع خلاص وخير من دم يعني محتاجين نصلي قوي في أنه المشهد الضلمة ده بدل ما نقعد نلوم الله عليه نقوله اتدخل وطلع خير احنا عم نشوف الصورة المحدودة لكن الله شايف كل الصورة كل الصورة حاجة أخيرة يعملها الله في الحتة دي بسرعة قوي يحط حد ويخرج خير لكن كمان يتدخل بحكمته وصلاحه في معادلة عند ربنا عاملة مشكلة يعني إذا جاز التعبير بس هي دي المشكلة اللي احنا مش فاهمنا دي مشكلة الله مشكلة الله إذا جاز التعبير إنه محتار برضو إذا جاز التعبير ما بين عدله وصلاحه وفي إطار المعادلة دي هو بيتدخل فالنصق فيه وهو يتدخل في حدود الصلاح والحكمة صلاحه عايزه ينقس كل الناس بسرعة ويحط حد بسرعة قوي بس حكمته بتقول إنه فيه بازل وفيه مشهد بتركب عشان يطلع خير بطريقة معينة ويتعلم في درس فلنترك أو فلنثق في الله وهو يتدخل بالعدل والصلاح بالحكمة والصلاح أسيس إحنا شايفين الكورونا شايفين الحرب الإنهيار العالمة أو الاقتصادي طيب وإحنا إحنا شو دورنا وخيرنا حط طريقة تانية ما هو دور الكنيسة إذا كل هذه الأحداث يمكن أختم بهذا السؤال الحقيقة يعني دورنا طبعا يعني عندنا أدوار نفهمها من الكتاب أقول كده أول دور محتاجين نقوله وناخد بنا منه في الوقت ده محتاجين نشاور على يسوع والكنيسة محتاجة تشاور على يسوع وتعلن للعالم وللكل إنه يسوع هو رجاء هذه البشرية المعزمة ده دور الكنيسة ده دور النبو والكنيسة دور المؤمنين أنا 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 محتاج طول الوقت في وقت مناسب وغير مناسب وهنا دور الكرازة إنه نشاور على المسيح نقول يا جماعة مش هي مش هيغير الواقع سياسيين جدد يعني لو أنا مش عجبني سياسي معين وقلت ياه لو ده يمشي يجي واحد تاني مش هيعمل أحسن فإحنا عايزين نشاور الكنيسة محتاجة تشاور المسيح هو الحل التوجيه أنظار الناس على يسور نشاور على يسور الحاجة التانية الصلاة الصلاة احنا محتاجين محاربين نصلي ونقول له اتدخل ونقول له خرج خير من الواقع ده ونقول له هل الحرب الروحية الهدور طبعا طبعا محتاجين محتاجين محاربين محتاجين ناس تقف كده لأنه في حرب روحية إبليس بيستخدم كله ده لإبعاد الناس عن الله والتشكيك في الله وعشان كده محتاجين محاربين مصليين ناس تصلي فيما خادحها وفي اجتماعات صلاة ومؤتمرات صلاة الكنيسة يجب أن تصلي بقوة علشان يعني يتدخل الله بالشكل المناسب ووضع حد للأمر ده فاحنا قلنا أو للأمور دي فاحنا قلنا انه تشير على المسيح تشاور عليه الثاني حاجة الصلاة حاجة تالتة محتاجين نقدم نموذج أخلاقي صحيح في هذا الزمن عايزين نقدم يسون مش نشاور عليه بالكلام بس وننعمل كرازة لكن الدور اللي محتاجات كنيسة انها تقدم شخصية المسيح المسيح لما أرى عن نفسه اللي جي في إشاعية واحده ستين لما هو قاله عن نفسه في له أربعة روح روح الرب علي لأنه قد مسحني لأبشر المساكين لأشفي منكسري القلوب لأنادي للمسبيين بالإطلاق لأنادي للعمي بالبصر ده الدور اللي المسيح عمله لما كان في الجسد الدور ده دلوقتي محتاجاه أو العالم محتاج الكنيسة تعمله محتاج وهو دي فكرة تقديم نموذج أخلاقي مسيحي محتاجين نحن عن ناس محتاجين نبشر بشر المساكين بمعنى نطبطب ونبشر بمعنى نقول خبر الإنجيل السار للمنصحقين العالم محتاج يشوف ناس عايشة ده نعلن يسوع في حياتنا يشوفه يسوع فينا أنا بسميها بتعبير تاني أسيس نزار استكمال مسيرة التجسد يسوع تجسد وصعد مين يكمل التجسد الكنيسة الكنيسة تتجسد وأنا وإنت وكل حد نقدم النموذج بتاع المسيح اللي كان يقول يشفي يقول يتحنن يقول يعلم يقول يكرز يشبع العالم محتاج ده فوسط الألم ده محتاج المسيرة التجسد تكمل من خلال الكنيسة أسيس يعني الكلام كله وحبينا نستجمع كل الأفكار ونحط في صيغة رسالة في الختام إيه اللي عاوز توصله ولا في دقيقتين أو شوي أكتر اللي على قلبك توصله لكل مشاهد أنا عايز أقول أنه أنا قدام اختيار من الاختيارين يا إما أعد أتحصر في الواجع والمشاكل اللي حوالي والشر ووجه سهامي إلى الله ولومه وععد أقول له أنت إزاي سايب يعمل كده وإزاي سايب الشر يحصل كده وهذا هو الاختيار الأسهل بالمناسبة الأسهل اللي هو المسؤولية مش علي أنت يا رب اللي عملته كل ده ده اختيار اختيار أسهل بس الحقيقة ده الاختيار الأكأب أكأب هنا جاء من الكئابة نعم لأنه ده اختيار يصحبه قوي الحزن والكئابة والانحصار في الزات والانحناء والاستسلام والاستسلام أو اختيار تاني أني يعني أتضع أمام الله واسأل أسئلتي في محضره واستقبل منه إجابات داخلية بقلب وأنا يعني وأنا يعني قاتي بقلب متضع أمامه أنا جاي متضع أمامه أسأل أسئلتي أسمع منه إجابات أبرقه من الاتهام ده أنا الزهو عرف لما دانيال قال له كده لك يا سيد البر أما لنا فاخذي الوجود تذكرتني بأساف اللي اللي كان قلبه متذمر ومتمرمر حتى دخلت مقادس الله فعلا الإنسان في محضر الله تتغير الصورة بيبتدي يشوف في منظار إلهي روحي بيختلف عن النظرة بتاعته أكمل في الاختيار ده باجي بالتضاع قلبه قدام الرب وصلي وقول له رب اتدخل حط حد طلع خير من اللي بيحصل اتدخل بصلاحك وحكمتك وانا واثق فيك مش هعد يعني أضعك في قفص الاتهام وانا على منصة القضاء واعد حكمك انت انت ليك البر وانا مسكين وغلبان وعارف حدودي الحاجة الأخيرة أكمل مسيرة التجسد اني أشاور على المسيح وعيش المسيح بحسب له أربعة الممسوح لكي يبشر ويطلق ويرسل المتصحقين في الحرية أمين 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 يعني ما بنشبعش يا أسيس لكن بشكر الله من أجلك ومن أجل خدمتك ربنا يستخدمك ويستثمر أكتر في حياتك شكراً كتير كتير وفعلاً ربنا يكافك على كل تعب محبة أظهرته في خدمة الرب ربنا يباك شكراً عاوز أختم بآية بعد إذنك كمان قسيس في سفر الجامعة إصحاح خمسة والآية تمانية إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العال عالياً يلاحظ والأعلى فوقهما أنا بحب بتعرفوا كلماتنا البسيطة اللي كانوا أمهاتنا وأبائنا يقلوها في كل بساطة ولكن يعني فيها قوة ديناميكية جبارة قوة إلهية كان دائماً نقول لنا في رب في رب صحيح في رب فوق الكل كل اللي عم نشوفه كل اللي عم بحدث في رب يمكن في أمامنا تحديات زي أيام إلية حتى ما تتعرجون بين الفرقتين ولكن عندما نزلت نار الرب سقطوا على وجوههم وقالوا الرب هو الله الرب هو الله يمكن العالم حط الرب بعيد وصوروا بشكل خاطئ أو مزيف للناس لكن في رب أنا بدعو الكنيسة نتصلي وتطلب وجه الرب ونتوب ونرجع على الرب ونبتدي نكون سبب بركة وبلسم وشفاء لكل من حولنا المفروض نكون بركة والمفروض ونحن نكون رسالة حية نعلن شخص المسيح طبيعة المسيح وصفات المسيح في حياتنا إلى اللقاء والرب 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 يبركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى ترجمة نانسي قنقر